زمينا النشط الحقيقة مساعدنا مشان راح للدكتور ميراب رئيس الجهاز الطبي لفريق الاتفاق وراح وطرح عليه هذا السؤال وش صعير في الاتفاق وش هالإصابات أكثر الإصابات الشائعة للعبي كرة القدم هي الإصابات العضلية وخاصة العضلة الضامة والعضلة الخلفية الحديث عن الإصابات في بداية الموسم الأمر لا يهم متى تكون الإصابة في بداية الموسم أو منتصف الموسم أو نهاية الموسم هناك عوامل بيولوجية تؤثر على طريقة الاعداد من لاعب لآخر علينا بالبحث عن أسباب الإصابة قد يكون سبب في التمارين أو تغيير طريقة التدريبات مع فريق فني جديد وبعض الأسباب تعود لللاعب خاصة إذا لديه إصابات سابقة سبب استبدال أيوب عبداللاوي بسبب تعرض لشد عضلي وتحدثت مع اللعب بين الشوطين ولم نود أن نجازف باللاعب حتى لا يتعرض لإصابة وأود أن أضيف بخصوص الإصابات الشائعة لللاعبين عندما تجد قائمة لـ 23 لاعب يلعبون موسم كامل مع مشاركات دولية فهذا يزيد من احتمالية الإصابة بمعدل إصابتين في الموسم وهذا رقم مبني على إحصائيات وبحوث عالمية وخلال الموسم اللاعب الذي يشارك في مباريات المنتخب يكون في مخاطرة عالية لاحتمال الإصابة وعلينا فقط التعامل مع كل هذه الاحتمالات التي قد لا تكون إصابات عضلية ربما إصابات للرقبة أو إصابات احتكاكات مع المنافسين أو حتى أحمال زائدة وعلينا فهم الإصابات لنشرحها لللاعبين أكرر لعبة كرة القدم عمل جماعي والجهاز الطبي لا يستطيع واحده ومنع اللاعبين من الإصابات بل معالجتها وتقديم النصائح والعمل يتطلب مشاركة الفريق الفني والمعد البدني والتمارين الوقائية لأن العمل كمجموعة يساهم في وقاية اللاعبين من الإصابات فالأمر يختلف من معدل لآخر وطريقة الشرح اللاعبين عن الإصابات ويتم حين وضع برنامج وقائي لكل اللاعب قبل أي تمرين ليكون البرنامج متكامل لوقاية اللاعبين من الإصابات